بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله أحاديث كثيرة تستوقف المؤمن فيقف متأملا خاشعا أمامها لأن كلام النبي مقدس أيها الأحبة لا تظنوا أن القرآن فقط كلام الله هو المقدس بل كلام النبي لأنه وحي من الله إن هو إلا وحي يوحى كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وهو وحي من الله ولكن هناك إعجاز أننا نجد أسلوب القرآن له بصمة إلهية وأسلوب أحاديث النبي له بصمة نبوية وهذا لا يمكن لإنسان أن يمتلك أسلوبين في اللغة أو في البلغة لا يمكن أبدا كل شاعر أو أديب أو مفكر أو عالم أو باحث أو كاتب أو كذا له نظام معين وبصمة معينة لا يستطيع أن يغيرها مثل بصمة اليد هل يستطيع الإنسان أن يغير بصمة يدي أو بصمة العين أو بصمة اللسان أو بصمة الأذن أو بصمة الشفرة اليوراسية DNA لا يستطيع كذلك لا يستطيع الإنسان أن يمتلك أكثر من أسلوب لذلك هذه الأحاديث نحن نقول ينبغي علينا الاهتمام بها وأن نستفيد منها كنز معلومات مجانية النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن ظاهرة القتل يعني أنظروا اليوم أيها الأحبة الحروب في بلاد المسلمين الملايين يعني عدد القتلى عبر السنوات الماضية تجد بالملايين طيب هذه الظاهرة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المعارك يعني يموت فيها عدد محدود جدا وضمن معارك اليوم نجد أن أعداد يعني الحروب تخصد ملايين الأرواح كثرة القتل هذه بدأنا نراها الآن وربما هناك حروب قادمة يعني كثير من الدراسات تؤكد أنه سيكون هناك سلسلة من الحروب القادمة وسيكون هناك قتل أكثر نسأل الله العافية طيب من كان يستطيع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنبأ بكثرة القتل بكثرة الحروب والمعارك انظروا أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج الهرج ما هذا الهرج؟ كلمة جديدة شرحها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال وهو القتل يكثر القتل طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعيش في زمن كان القتل فيه قليلا وكان همه الدعوة إلى الله طيب كيف تنبأ بأن هناك عصرا سيأتي سيسبق قيام الساعة دائما عندما نسمع لا تقوم الساعة حتى يحدث كذا أو من أشراط الساعة أن يحدث كذا ينبغي أن نعلم أن الساعة أصبحت على الأبواب الساعة أي يوم القيامة وهي لا تأتي إلا بغتا حتى يقول صلى الله عليه وسلم حتى يكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض كأنه يريد أن يقول لك إن أسباب الحروب ستكون مادية بسبب كثرة المال سيقتتل الناس انظروا اليوم أيها الأحبة كل الحروب التي تحدث اليوم ما هي أسبابها؟ هي اقتصادية أطمع في ثروات الدول في خيرات الدول في النفط الهدف هو المال فعندما يفيض المال حتى يكثر فيكم المال فيفيض يعني يصبح فائضا عن الحاجة عندما تقول فيضان هناك زيادة عن الحاجة هناك أناس لديهم من المليارات الشيء الكثير أيها الأحبة حتى يكثر فيكم المال فيفيض عندما يكثر المال ويفيض ما الذي سيحدث؟ ستبدأ الحروب ويبدأ الناس يقتتلون ويقتلون بعضهم بعضا والكل يسعى وراء المال طيب هذه الصورة التي نحن نعيشها اليوم لا أقول نراها بل نعيشها كيف استطاع رجل يعيش قبل 1400 سنة والسؤال موجه للمشككين والملحدين كيف استطاع هذا الرجل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم أن يصف لنا ما نعيشه اليوم التفسير الوحيد أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل وصفه بأنه رؤوف رحيم لماذا أيها الأحبة؟ لأن النبي أنت عندما تحذر شخص عندما تحب شخص تقول له احذر هناك حريق سيحدث بعد كذا هناك زلزال سيحدث بعد كذا هناك خسارة ستحدث احذر أنت تحذر من تحبه النبي يحبنا بل يحب البشرية كلها لأنه النبي هو رسول الله إلى البشرية جمعا فيريد لنا الخير فيحذرنا إذا رأيتم كثرة القتل وكثرة المال اعلموا أن هذا من أوائل الساعة وأن الساعة أصبحت قريبة فتوبوا إلى الله ارجعوا إلى الله لكي تنقذوا أنفسكم من عذاب الله لذلك الله سبحانه وتعالى كيف وصف هذا النبي قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما حريص عليكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين